ايه الممنوع على يوتيوب? ايه الممنوع على يوتيوب اللي بيعنده قناة وبيرفع حاجات على اليوتيوب او بيرفع فيديوهات. المحتوى غير مرغوب فيه الممارسات المضللة زي التفاعلات الزائفة انتحال الهوية الروابط في المحتوى. المحتوى غير مرغوب فيه الممارسات المضللة والخداع. اه وشرحنا كل واحدة منهم في فيديو مستقل. اه المحتوى الخطير الذي تضمن اه مشاهد عنف او اه افعال خطيرة. وبرضو شرحنا كل واحد منهم في فيديو مستقل زي آآ فيديو التحارش والتنمر على الانترنت. عملنا فيديو عن محتوى الدار او الخطير. الخطاب الذي يحد على الكراهية. المنظمات الاجرامية العنيفة. المحتوى الذي يضم مشاهد عنيفة او قاسية. آآ سياسة المعلومات الخاصة المتعلقة فيروس كورونا المستجد آآ كوفيد ناينتين. واخر حاجة هنا عندنا في الصف في العمود ده. هي سياسات اضافية. نبص كده ايه السياسات الاضافية اللي بتقول لي على حاجات ممنوعة برضو فيه. هي سياسات اضافية نستعرف عليها مع بعض. السياسات المطبقة آآ سوري نكمل السياسات المنطبقة على الحسابات آآ غير النشطة. يعني فيه سياسات منطبقة على الحسابات الغير النشطة. ايه بقى للنظام? بشكل عام يتوقع ان يكون المستخدمين افراد النشطين في منتدى يوتيوب. وفي حالة العصول على الحسابات غير حساب غير نشط بشكل منحوظ يجوز لما حصصت يوتيوب استرداد الحساب بدون اشعار. قد يندرك عدم النشط ضمن الفئات التالية. عدم تسجيل الدخول الى موقع لمدة ستة اشهر على الاقل. عدم تحويل آآ تحميل محتوى فيديو مطلقا. عدم المشاركة بفعالية في مشاهدة الفيديوهات او آآ زيارة القنوات او اضافة تعليقات عليها. يعني آآ بشكل عام هم بيتوقع ان الشغال على اليوتيوب ده راجل منشط وعلى طول بشغال يعني. في حالة اللي حصول على الحساب غير نشط حد ما بيشتغلش على اليوتيوب بشكل ملحوظ. ممكن ان يوتيوب تسترد الحساب يعني تلغيله حسابه. آآ تاخده منه. بدون اشعار من غير ما تقوله. آآ وده ممكن يحصل في الحالات الاتية. حد ما دخلش مسلا خالص لموقع اليوتيوب لمدة ستة شهر على الاقل. ستة شهر ما دخلش خالص على اليوتيوب ممكن لو عنده قناة او عنده حساب يتشيل منه. عدم تحميل محتوى فيديو مطلقا. آآ آآ عدم المشاركة الفعالية في مشاهدة الفيديوهات. ما بيشاركش في ان يشوف فيديوهات او او يزور القنوات او يضيف تعليقات عليها يعني ملوهش نشاط. في الحالات دي ممكن يتسحب آآ حسابك في اليوتيوب. ستة شهر. التسجيع على انتجهاك بنود الخبمة. اذا نشرت محتوى يشجع الاستخدامين الاخرين على مخالف بنود الخبمة. يمكن ان نزيله ونفرض عقوباته على حسابك ويمكن في بعض الحالات ان احنا نقفل ان نغلق حسابك. يعني لو انت حردت على آآ او نشرت محتوى بيشجع المستخدمين على مخالف بنود الخبمة اللي عاملها يوتيوب. ممكن يشيله ويفرضه عقوبات على الحساب بتاعك وممكن من العقوبات دي انه يكون انه يشيل خسابك خالص يقفله خالص. طيب نشر محتوى سبق ان تم اتازالاته. اذا نشرت محتوى سبق ان تم اتازالاته بسبب مخالفة بنود الخبمة او محتوى من منشئ محتوى اخر تم اغلاق قناتهم بموجب بنود آآ البنود المتبعة لدينا يمكن ان نزيل هذا المحتوى نفرض عقوبات على حسابك ويمكن في بعض الحالات ان نغلق حسابك. يعني حد عملت فيديو غلط وشالهو لك. جيت نشرته تاني ممكن او يشيل لك حسابك. او يعمل عقوبات على حسابك او يشيل المحتوى تاني. طيب لو انت نشرت فيديو آآ من قناة تشيل الفيديو منها بسبب ان هو برضو مخالف السياسات بتاعت يوتيوب او بنود الخبمة. نفس القصة مادام انت نشرت محتوى سبق آآ شيله من اليوتيوب حتى لو على قناة تانية غير قناتك ممكن يحصل معك نفس القصة. يعني تشيل المحتوى ده منك. يا اما لو اكتر بقى عقب اكبر يتفرض كمان عقوباتها لحسابك يا اما آآ لو خطيرة قوي بقى ممكن يقفل لك حسابك خالص. السن المسموح به لاستخدام منتجات آآ جوجل يمكن ان اطلب منك تأكيد عمرك في حالة تبين لانا عدا بالواجهة كالعمر المناسب لاستخدام يوتيوب لو ده انت مش في السن القانوني اللي بيستخدم منه يوتيوب ممكن يطلبه منك اثبات سنك وممكنك تطلع على مزيد من العنومات حول هذه العملية هنا من الحتة دي ممكن تجيب مزيد من التفاصيل اللي عايز تعرف مزيد من التفاصيل عنها. دي بس بالنسبة لي السياسات الاخرى او السياسات الاضافية اللي بتتجيب موانع اخرى الى اساسات يوتيوب.